عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورشة عمل تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وتأتي الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث الحدي من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة دعماً لرؤية الدولة الاستراتيجية 2030 ودفع سبل التنمية المستدامة أقيمت ورشة عمل تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة والتي نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبمشاركة واسعة لعدد كبير من ممثل الجهات الحكومية المعنية والشركاء الدوليين ولفيف من الخبراء والمتخصصين هذا مؤتمر مهم جداً زي مستوى رفيع بيدرس تحركات الدولة الحالية والمستقبلية والخطط في الفترات القادمة سواء على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد في إدارة الأزمات وكيفية وضع استراتيجية قومية للتعامل مع هذه الأزمات سواء على أزمة زي الوباء العالمي بتاع كورونا الحقيقة الذي أدير الحياة باحترافية كبيرة جداً سياسية وطبية واقتصادية واكتماعية تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة من خلال دمج الأخطار البيولوجية وكذلك أسلوب التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات الدولة المصرية حريصة دائماً أن تواكد في إطار تخطيطها الاستراتيجي كل ما هو حديث فيما تعلق بالحد من المخاطر وهنا نحايا كنا حريصين نحن كمركز معلومات دعم تغير المناخ نحن نتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لبحث كيفية التعامل مع المخاطر المتعددة سواء كان مخاطر كوفيد-19 أو مخاطر تغير المناخ نحن نطوم حالياً بالدعم في أعداد أو تحديث الاستراتيجيات الوطنية بأن تشمل أو تدرج فيها مواضيع الأخطار البيولوجية ومنها الكوفيد-19 وتذلك الدعم على المستوى المحلي في إعداد خطط أو استراتيجيات محلية للحد مخاطر الكوارث تأخذ في الحسبان مواضيع الكوفيد-19 أو الأخطار البيولوجية كانت جهود الدولة خلال الفترة الماضية قد أصفرت عن وضع رؤية وطنية لتنمية مستدامة لتحقيق الأهداف الأممية في هذا الصدد في عدة مجالات وكذلك إصدار استراتيجية وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها وفق أحدث المستجدات العالمية أحمد الحسيني التلفزيون المصري